تجربة السابعة تصميم Digital Filter النوع الثاني Finite Umbus Raspons FIR Filter المحاضرة السابقة بالنظري أخذنا هذا الموضوع وشفنا طريقة التصميم هنا يجي شرح مبسط عن هذا الفلتر اللي هو يقول هذا النوع من الفلتر هو Digital Filter With Finite Umbus Raspons يعني عدد العناصر محددة و Non-Recursive يعني ما بي Feedback هذا النوع من الفلتر و بي إيجاب يعني إيجابيات اثنين الإيجابية لو لها نشوفها إنه ماكو Feedback لو بسترك شمال ال FIR Filter لذلك يقول الفلتر راح يكون Stable الإيجابية الأولى إنه هذا الفلتر يكون Stable مو مثل IIR Filter اللي هو قد يكون قد يكون in Stable الإيجابية الثانية هس أول شيء عرفنا Stable ليش Stable؟ لأن ما بي Feedback الإيجابية الثانية وطبعا هاي ما هاي ما Stable يعني شفناها بالنظري وشلون ثبتنا إنه يكون Stable الإيجابية الثانية واللي هم ركزنا عليها بالمحاضرة النظري إنه هو Linear Phase هذا جدا مهم اللي هي main advantage of FIR Filter over IIR Filter فلتر هنا طبعا FIR Filter طلاب التصميم مادته شرحناه بالتفصل بالنظري وشفناه يحتمد على إنه ناخذ بالتصميم IIR Filter ونسوي قطع للSignal ومالته طبعا بالTime عن طريق الWindow وقلنا وعدمنا الطرق المشهورة لتصميم FIR في التغيير طريقة الWindow هاي طبعا شرح مفصل أخذناه بالنظري اليوم رح ناخذ إنه إعازات الجاهزة اللي تتصممينه هذا الفلتر طبعا الإعاز اللي يصمم لي FIR فلتر هو هذا الإعاز FIR واحد طالب البسادة يعني الرقم واحد ما يعني ورقم الثنيا طلاب FIR فلتر بعد طرق للتصميم واحدة من هاي الطرق اللي أخذناها هي الWindow لذلك بالماثلاب من الدول واحد رح تستخدم طريقة الWindow اثنيا طرق أخرى واللي احنا ما رح نتناول لذلك احنا يهمنه هاي تجاربنه فقط هذا الإعاز بالنسبة للFIR فلتر خلنا نجي الى هذا الإعاز شون رح نستخدمه طبعا هذا الإعاز به عدة مدخلات لكن هسنا اربعة مدخلات به عدد السامبلات اللي هو قلنا دائما فردي الاماقاسي اللي هو الكاتوف الفلتر تايب يا نوع منعدهم اللو باس الهاي باس الباند باس الباند ستوب الويندو نوع الويندو احنا أخذنا خمسة نواع طبعا هنا اكتر بعد بس احنا بتجاربنه رح نأخذ فقط اللي أخذناهم بالنظري اللي هنا هي من الأربعة الخمسة عادة بالماتلاب إذا استخدمت إذا طيته مدخلين فقط عدد العناصر والكتوفة Frequency الماتلاب إش راح يعتبر؟ يعتبر الفلتر Low Pass إذا ما طيته عدد عناصر إلا عفو إذا ما طيته نوع الفلتر راح يعتبر لي Low Pass filter يا وندو يستخدم الديفولت هامنغ وندو أدني ديفولت للماتلاب واضحات هاي الطلاب لكم؟ واضحات دكتور حسا تشوفها عاد شاعدنا الديفولت Low Pass filter وامنغ وندو طبعا هنا ملاحظة طلاب التوهول هاي إنه الأوموغي سي راح نطيه بين الصفر والواحد لذلك راح نقسم على الباي دائمًا طلاب هاي ملاحظة يعني مهمة جدًا إنه التردد الأوموغي سي دائمًا أقسم على باي ليش؟ لأنه بالماتلاب يعتبرها Normalize بين الصفر والواحد لذلك الأوموغي سي جد عندي أقسمها على الباي لأن باللي عاز هو يقبل ما بين الصفر والواحد وغسا راح نشوف إذا ما قسمني أو إذا انطينا رقم أكبر من الواحد راح يعترض طبعا هو يعرف إنه من الصفر للواحد إحنا مقسمين على الباي ليش؟ لأن هنا نقول الواحد تمثل الباي وهيكون نعرفها الملاحظة الثانية أول ملاحظة هاي تقشروها إنه الأوموغي سي بين الصفر والواحد الملاحظة الثانية واللي مرة علينا سابقا إنه إذا الأوموغي سي صار بي عنصرين مثل هاذه الماتلاب كدفولت يعتبره Bound Bas Filtre كدفولت يعتبره Bound Bas Filtre هاي اللي خاني يقول هاي النقاط اللي بهذا الجزء واضحة لكم طلاب واضحة كدفولت اوكي هاي فيما لو إنه ما نطيته النوع إذا حددت للنوع لأ راح يتقيد بالليان منطيه طبعا هنا مذكورات بس اثنيا ليش؟ لأن هذني مثلا إذا عدي تردد واحد هنا فهو أكيد لو لو أما لو باس فلتر أو هاي باس فلتر الماتلاب بديفولت يعتبره لو إذا هاي فلازم أكتب له هاي باس فلتر طبعا حتى نتلاه في هاي الإشكالية كنتم دائما يكتبوا النوع دائما اللي هو نفس الكلمات اللي أخذناها سابقا هاي، ستوب، اللو، والباند باس أنا ذكر مرة عليكم يعني كاتبها سابقا الأربع عنوان فبشكل عام احنا دائما نكتب هنا نوع الفلتر سواء لو باس فلتر أو باند باس حتى لا يصير إربا قاعدكم دائما نكتب هنا نوع الفلتر طبعا هنا نفس الحالة هم إذا ما كاتبين الويندو بل ما تلاه بيعتبره هامنج و ويندو هذا اللي عاز الكامل هذا راح ينتظر من عندي أحدد نوع الويندو طبعا الويندو هس راح نشوفه الريكتانجولر والبارتلت والهاننج والهامنج والبلاكما طبعا أكو هواي أنواع بعض بس إحنا اللي أخذناه بالمحاضرات ما هذولي طبعا نحن دائما نفضل هذا اللي عاز نكتبه كامل أنه نكتب عدد العناصر والكتابة فريقونسي لازم بين الصفر والواحد ونوع الفلتر ونوع الويندو خلنا نشوف شون نطبق هذا اللي عاز نشوف شون نطبق هذا اللي عاز نعم نعم ماهو 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 ثلاثة باي مصطفى احنا بالدجيتال خلوا بالترددات الدجيتال متعبر الباي دائما الدجيتال فريقونسي من عبر الباي أحيان نحن انتنتظرها نحن نذهب للمحاضرة شوف هنا تردد شوفون للباي طلاب يعني هاي ولو احنا ما ركزنا عليها الصراحة بالمحاضرات قبل بس دائما التردد بالديجيتال ما يعبر الباي هذا اقصى تردد لازم يوصله مولد تو باي للباي فاي تردد راح يكون هو ما بين هاي القيم لذلك اسوى مو من الصفر للباي من اقسم على الباي راح يصير من الصفر الى الواحد هاي هو بالماتلاب يعني هم باليعازات مسويها انه المدخل الليعاز يكون منصفه الى الواحد هسا خننجي لهذا المثال المثال يقول اكتب برنامج لتصميم FIR filter حتى يحقق المواصفات التالية طبعا هنا ما نوضح هو لو باس فتر هاي باس فتر الديفولت نعتبرها لو باس فتر حتى تعرفوها اه هذا النوع من الفلاتر او الاعازات طبعا ما نقول الفلاتر هيتش نوع من اليعازات ما نطيني سبسي فيكيشن يعني مو مثل قبل لا تتوقعون مثل قبل نطيك كي وان وكي تو و او مو قوان و او مو قوان و او مو قوان و او مو قوان و لا اهنا بدلالة الان يعني هو الان هو الليعاز التصميم ما التصاير بطريقة انه نطيع عدد الاوردار السامبولات والتردد وهكذا يعني ما نطيك كي وان كي تو مثل المحاضرات السابق حتى تميزون بيناتهم فهنا يقول لي صمم اف اي ار فلتر حتى يحقق المواصفات اللي هي شنو الويندو لينف سبعة وعشرين الكتوف فريقونسي مية والسامبولنج فريقونسي الف ويمستخدم الهامنج ويندو ويقول لي طبق هذا الفلتر على اوديو سيقنا حتى اول فتوة لازم احصل او اصمم هذا الفلتر حتى اصمم هذا الفلتر اول شي الانت سبعة وعشرين اوكي الكتوف فريقونسي وهنا تبه هيرتز يعني لازم احاوله للأوماغا وبعدين للديجيتال فهذا الكتوف فريقونسي هذا حولته للتوبة اضربته بالتوبة حتى يصير رايدين بير سيكند هنا تبهو لطلاب الاماغا سي دي ايش راح يصير اولا اقسم على السامبولنج فريقونسي حتى احصل على ديجيتال فريقونسي هاي الشغلة الاولى اقسم على السامبولنج فريقونسي حتى احاوله من الراديان بير سيكند الى الراديان وشغلة الثانية قسمت على الباي هس هذا على الاف اس هذا اوكي لان حتى احوله للديجيتال فريقونسي قسمت على الباي حتى بالماثلاب اللي عايز هذا الاماغا سي دي راح يصير بين الصفر وبين الواحد هاي الخطوة واضحة لكم طلاب ايه يعني ما صراحة ارتك تصر اذا هاي اشوف اذا صار تغير بالمحاضرة احاول هاي اجزها انه اقول هذا راديان راديان بير سيكند الى راديان وبعدين صفر يعني هسا بالكود بالكود اكتبلكم اياه كتعليق افضل بس قلنا نكمل الشرح اذا هسا الاماغا سي دي بين الصفر والواحد هاي بعدين افصلها لكم الويندو هنا هو قال لي بالسؤال هامنج وويندو اذا نستخدم هذا الهامنج طبعا اعاز الويندو طلاب سهل جدا بس اقل له نوع الويندو طبعا اتقيد بالاسبير هذا اللي مطيني اياه اذنى وبين قوسين عدد السامبولات هاي هنا راح يولد لي نقص 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 وانما يقول من الصفر الى يبدو من الصفر هنا مو اقل من الصفر للسبعة وعشرين من الصفر الى الستة وعشرين لذلك دامن هذا نقص واحد ليش؟ لان راح يحتبر العناصر من الصفر الى الستة وعشرين لذلك هذا دامن نقص واحد يعني هذا مو عدد عناصر راح يحتبر هنا بالماثلاب وانما السيكونس من الصفر الى الستة وعشرين الاماقا سيدي هذا التردد طبعا هنا ناصر يكتب التيب لان هو الديفولت يحتبره لوباس فلتر الديفولت اذا ما تكتب نوع الفلتر يحتبره لوباس فلتر لسان راح اكتبه حتى يصير سياق موحد وهنا نوع الويندو اذا الماثلاب كأنه هذا التنفيذ مالته انطيته الاماقا سيدي اللي هي هاية وانطيته نوع الفلتر اللي هو لوباس فلتر وانطيته الويندو اللي هو هذا خننقول مواصفاته انطيته اليه فاش راح يصمم لي يصمم لي اف اي ار فلتر اللي هو الريسبونس خننقول مقاربة الى هذا الشكل فهذا هو اللي اعاز مالتنا احنا تنتبهون طلاب ملاحظة هم مهمة احنا او قبل سابقا كنا من انطيع عاز الفلتر سواء تشابي تشيف او باتر وورد كنا دائما بسط ومقام دائما بالفلتر السابق اللي كنا ناخده سواء انالوج او ديجيتال كنا دائما اللي عاز ننتظر من عنده بي و اي احنا فقط بي ليش لان قلنا هذا الفلتر ما يحتوي على مقام هذا الفلتر ما بي فيدباك لذلك ما بي بسط مقام بي فقط بسط لذلك احنا هذا مو خط اواحد يعني احنا ناسينه انه نكتب بي فارز اي لا وانما الاي دائما واحد لذلك حتى من يريد من عنده الفريكونسي من اسوي الى الفريكونسي رسبونس شوفوش مكتوب فريكونسي زت بي فارز واحد لانه هذا اللي عاز عام ينتظر من عنده بسط ومقام البسط بي و المقام شو احتبرته واحد واضحة هاي الملاحظة لكم طلاب مو هسا هان ها راح تشيكها الصراحة يعني ما متأكد انه بالماطلاب اكو بي اي مو هو يعني شلون احنا الفاكشنات اللي نسويها اذا اقول له بي فارز اي احتمال ينطينا ايرار هاي هسا نجربها ونشوف بس هو لازم الاي واحد فلذلك يعني بعدين من احتاج الاي المثل هذا اللي عاز اللي فريكونسي زت يطلب منع دي بي وايدام البسط ومقام فالبسط بي المقام اقول له واحد هذا اللي عاز طبعا يعاز عام يولد لي فلنقوله فريكونسي رسبونس حسب اللي انا اطيئ لي ورما صار عندي فريكونسي رسبونس اجي ارسم بدلالة المقنيتيود وبدلالة الزاوية هنا طبعا نقسم على البواي دائما لين هو نورمالايز دائما في الماتلاب ياخذ ما بين الصفر والواحد طبعا احنا ما نقول بين الصفر والواحد موقيا وانما جاي نقسم على البواي يعني هو يعرف الواحد يقصد بي البواي طبعا طلاب نقصد باللينيار انه تشوفون هذا خط مصد بهالشكل مو يعني تربيع وغيره فهذا يعتبر لينيار ورما كمنا تصميم الفلتر يقول له تطبق على اوديو سيجنر تطبق الفلتر على اوديو سيجنر نرجع للسيجنر هاي السابقة اللي تناداما نقراه نقل له اوديو وريد نقرأ هاي الاشارة هنا عدنا اعاز جديد طبعا يعني اقول جديد بلد دي اس بي ما ادرا ما رع عليكم بلد اتصالات او ما مار طلاب ما رع عليكم هذا الاعاز اللي هو ادد اوكي اللي هو اضيف قاوسيا نويس انطيل اشارة والس ان ار اللي هي الاشارة ما بعد النويس لذلك هذا الرقم كل ما يعلي صير قيمته عالية الاشارة تتعرضنا النويس اقل كل ما اقل الاشارة رح اصير اكثر تشوه طبعا هناك انواع من القاوسيا خالنا نعتبره المجرد نوع من انواع اقول للساوند رح اسمع صوت ما بعد النويس وراء اطبق هاي الاشارة على الفلتر يا فلتر هذا اللي حصلنا اللي هو البي طبعا احنا اعاز الفلتر شطل من عندي بي او اي البسط والمقام والاشارة المدخلة هاي هي الاشارة المدخلة البي هو البسط والمقام نقول واحد وراء نقل لساوند ونشوف الاوتبوت اش راح يكون حسنا نطبق ونشوف شون اللي راح يصير هنا اول شي عندنا بس خلنا نشوف ها هنا ينكتب النوع حتى الزر سياق عندنا ثابت هذا هو الفلتر طبعا هنا قسمنا على البي حتى نورمال هايز من الصفر الى الواحد وهذا هو الانجل هنا قلنا هاي من الصفر الطلاب الى الواحد وطبعا الطلاب ذات المرة يمكن مصطفى السئل انه ساذا احنا نقسم على البي بس هاي طلاب من نقول فيه باي نقصد انه هو هذا الرينج هذا الرينج المفروض ينظرو في البي فيصير من الصفر الى البي صح احنا مقسمين على البي بالبرنامج لكن احنا هنا كرسل حتى نبين انه هذا هذا المفروض ينظرو في البي فيكون خلنا نقول نورمالايز الملاحظة هاي الملاحظة كنت انتبهوا لها هاي هنا عدنا هذا هو اللي خلنا نقول التنفيذ خل نجرب قبل شوية من الصفر القاسة لذا قلنا على بي فارز اي راح نجرب نقول لها بي فارز اي هل ترى ماذا الناتر راح يطعينه دكتور غير تغيرها تغيرها بدا للواحد حتى بالراسم بدا للواحد نخلي اي لا لا مرتبر السؤال مصطفى كان انه قبل شوية من قلت هاي فقط بي فقال اذا خليني بي فارز اي من قلنا بي فارز اي اوكي اعتبارها واحد يعني عادي فهذا هو الحانسة لانه اذا خلينا بي عاز بي فارز اي وحاسة هاي لكم طلاب طبعا احنا نقوم بي هاي شغلة احنا نشوف طلاب حاسة الاماقا سيدي بوينت تو لو مثلا قلت له واحد بوينت تو احنا قلت له واحد بوينت تو شو نذي راح يصبح اعتراض ليش اعتراض يقول لازم بين الصفر والواحد واضحة اي لكم طلاب اي فهو يعني بالماتلاب الديفولت يريد القيم بين الصفر والواحد لذلك احنا هاس هاي بصر واحد لكم نا نا اه 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 هاي هاي شغلات بالماتلاب اه حولنا التردد من الاردين بارد سيكند إلى الاردين يعنى من الانالوج إلى الديجيتار الخطوة الوراهة ثم لا يحتاج الخوس فقط اضع الخوس هذا حتى التردد يصير ما بين الصفر والواحد هذا هو الفلتر نحن نجي لهذا الملف الصوتي ما راح نسوي دي نويزينج راح اول شي بس خلنا نشوف هذا اللي عاز نفتهم انه هذا الرقم اذا زيت قللت طبعا قلت لكم هذا كأنه السيجنال تنوزره شو السيجنال ما بعد النويز اضافة النويز طبعا الرقم هذا تعرفون الاس انار كل ما اعلى افضل وكل ما اقل اسوأ فهسا لنقرض 15 شو اللي راح يصير اشلون مصطفى لا دي بي طلاب كله بدلالة دي بي بس خلنا نرجع نشغل ونشوف هسا هذا مثلا 15 او خلو 15 خلو 45 طبعا 45 معناه انه راح يضيف نويز بحيث السيجنال ما بعد النويز الاس انار ما لاته 45 اللي هو قيمة عالية لذاك راح تشوفون الاشارة تقريبا ما بيها نويز بحيث السيجنال بينما اذا قلت له خمسة شوفوا النيوز العالي راح يصير لان خمسة يعني هيتش رقم يعتبر قليل احنا طبعا كرقم معقول نخلي يعني احنا لان الفلاتر اللي جاء نستخدمها طلاب خلوا بوالكم احنا جاء نستخدم فلاتر يعني قل نقول فكرتها بداية يعني هي بعد اكو تحسينات الصرع لهذا الفلاتر فناخذ رقم يعني نوعا ما وسط حتى ال denoising يصير عندنا واضحا فناخذ رقم 15 اللي هو النويز نوعا ما معقول هس هذا اشارة او هاي اشارة بها نويز راح نطبق عليها هذا الفلتر اللي هو الوباس فلتر ونشوف الاوتبوتش راح يكون لذا راح يشتغل الصوت بالبداية اللي بي نويز وبعده يشتغل الصوت ما بعد النويز ما بعد الفلتر تلاحظون نوعا ما قل النويز بس الاشارة يعني محي الواضحة لان هاي دائما نصر من الفلتر الاشارة مترجع مثل ما كانت لان لغيت انت جزء من الترددات طبعا هاذ هم يعتمد على الكتوف الفريقونسي يعني هسان لو اقل له 0.2 مثلا لان هذا الميتين بالاخير راح يصير 0.4 هذا هذا ضعفه 0.4 هذا ضعفه طبعا تلاحظون نوعز اكثر ديش لان الفلتر صارت قيمته اعلى فترددات اعلى مرة اذا بالعكس امقلل الفلتر الكتوف وابحس طلاب هذا الفرق اي طبعا هو هذا الكتوف طبعا هنا ملاحظة هم مهمة طلاب احنا صح الساملونج فريقونسي الف بس خلوا بالكم دائما الفريقونسي الكتوف لا يتجاوز الساملونج فريقونسي على اثنين يعني شنو يعني هسان انا اقلتها 600 اذا طابق ليست اقلم من ال الف صح اقلم من ال الف بس احنا كبر مجهنا لا يصير نتجاوز الف ساملونج على اثنين سواء اي نوع لو باس هايب باس اي نوع من الفلتر ما يتجاوز الساملونج فريقونسي على اثنين يعني هسا الالف المحبوب ما تجاوزه فمن ال T600 كمان هو راح تبين وين هسا راح تبين عندنا بالأوماجا سي دي راح يصير رقم اكبر من ال واحد لذلك من ال T600 اللي هو اكبر من ال 500 راح يتطلع لمشكلة لان ال اوماجا سي ديانا طبعا المشكلة مظاهرها ساخر اظهرها ونشوف ازجاد القيمة تطلع لي تطلع لي 1.2 لذلك يعني خالق طالب يريد يجرب هاي القيم يعني ملاحظة انه هذا دعنا نقول دعنا نقوم بالتعليق لا يتجاوز F S على 2 اوكي احاول احسا اخليها حتى تصبح واضحة لكم انه هذا التردد لازم ما بين الصفور والسامبلو بفركونسي على اثنيا تكون ما يتجاوز لذاك هنا نرجع مثلا 100 واضح لكم الملاحظة الطلاب طبعا احنا نقدر نغير انواع العدد الويندو يعني مثلا 51 نغير انواع العدد الويندو يعني هاد واحد هنا طبعا نقدر نغير نوع الويندو مثلا الهاننج هذا الشكل مالته وهكذا وهكذا طبعا اكو امور احنا حتشيناها بال احنا حتشيناها بال احنا حتشيناها بالنظري احنا حتشيناها احنا حتشيناها هذا المين لوب هذا ما قلنا قلنا هذا يساوينا 2 باي على ان مثلا اللي هو يساوينا هذه الترانزشن ويتث بعد عدنا شن الملاحظة هل نرجع للملاحظات هاي اللي حتشيناها ها خلنشوف هاي الاشكال طلاع خلنشوف هاي الاشكال ونشوف الفركوينسي هذا هذا الجدول اللي شفناه سابقا خلنطبق هنا راح نوع نوع نجرب نرسم ال time domain والفركوينسي ونشوف هذا الرقم تقريبا صح بين الاعلى قمة وال سايد لوب سالب مثلا 13 او قريب ازال الرقم ما اللي سيدسح هنا هنا سوف اختبره هو الويندو هنا نتابعوني هنا هذا الفلتر هذا يدمج يدمج لهذا الفلتر هذا الفلتر من الوضع إعاز ف ف ف ف ف ف ف ف يدمج دي هذا الفلتر مع الويندو إذا أنا أريد بس الويندو ما أريد الدمج مع التوية ذاك الويندو أقل لبي يساوي معاملات الويندو ما الذي سيصبح الطلاب؟ الذي سيصبح يتنفذ لي إعاز بحيث يرسم لي الويندو فقط لذلك سأرسم وكأنه أرسم هذا الجزء طلاب اللي راح أسوي من أنطي للرسم فقط الويندو راح يرسم لهذا الجزء إذاك هنا عندي هذا اللي بي يساوي معاملات الويندو هذا الرسم طلاب هذا يمثل لي الويندو اللي هو الـ Frequency Response ما للويندو طبعاً نحن أخو شغلة ما رسمناها بعد خل نرسمها لو هذا خل اللي هو الـ كونتراسي هذا اثنياً هذا واحد هنا راح أرسم المقدار مات اللي هو عندي الـ وغير ج نحن أقول له ستيم نحن أقول له من الصفر إلى الناقص واحد هذا N هناك N small وهنا نقول الwindow سنرسم ونرى ماذا سيحدث هذا هو الwindow يكون عبارة عن واحدات وهذا هو طلاب Frequency Response Month هناك قطاع بقوسات ماذا سعدة ونزلة طلاب هذا مرسوم من الصفر إلى 2Y بالمعطلاب دائما يرسم لي لذلك هناك نزل الصغر هذا الحد وراء المفروض يكمل هناك ملاحظة القمة مع المال والسايد لوب سالب 13 دعنا نرى الفرق هناك تنتبهون لا يبدأ من الصفر لذلك لا يهمنا أنه يبدأ من الصفر أو لا أعلى رقم جيد هنا هناك 28 دعنا نرى السايد لوب الأول جيد قيمته 15 ثمانية وعشرين ناقص 15 تقريباً جد يساوينا طلاب 13 وهذه لكم طلاب هذه طلاب 15 ثمانية وعشرين إذن الفرق 13 ومثل ما موجود هنا تقريباً الفرق ما بين المين لوب والسايد لوب 13 هذا هو الرسم الريكتانجولر تقريباً دعنا نرى إذا نزيد هو تقريباً هو ليس صفر هو المفروض ينزل من الصفر إلى أعلى كم الصفر وينزل بس هو بعد هذا الرسمات إذا زيدنا مثلاً قلنا لـ 37 تلاحظون طلاب تقريباً الكيرب يبقى نفسه هاي الملاحظة اللي موجودة اللي هو يقول The stop bond of low pass filter insensitive to the size of window يقول يعني ما يتحسس لحجم الويندو لذاك هنا تشوفون الويندو جد غيرته سويت 37 وبقى الرسمون صح هاي هاي تزداد الهارمونيك تزداد لكن هو كستوب باند باقي كما هو يعني سألوه سوي مثلاً 67 يبقى الرسم كما هو صح ازدادت هاي السايد لوب لكن بقى خلنا نقول كستوب باند انتينواشن على هذا الرسم الصفر فواضح هاي الملاحظة يا لكم طلاب واضحة مجالة تجربها خلنا نقول عملياً لنا لازم نجرب على الاشارات الـ response سيصير احد يعني هاي الفترة اللي هي الترانزيشن طلاب الترانزيشن ود خلنا نقول الى كل ما افضل شونا نتقل من الزيد عدد الان فكل ما يزداد العدد كل ما افضل حتى الفلتر يصير قريب الـ ideal اللي هو هذا طبعاً هذا ستجربون غير انواع من الويندو يعني مثلاً هذا او خلنا نجربهم بشكل سريع على لقى بس تشوفون الرسم والتهم وخلوا على الـ 27 حتى شوية رسم اوضح هذا الـ 27 هذا الريكتانجولر اللي مثل ما تشايفين احنا هنا هذا ولو اسمه بارتلت عفوا بارتلت انا اشتبهت سمته الريكتانجولر البارتلت هذا الرسم مالته وهام الفرق ما بين المين لوب والسايد لوب 27 هنا اعلى قمة سمتح 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 22 هنا سالب 4 تقريباً سالب 4 سالب 4 منها 22 26 اللي هي تقريباً فرق 27 دي اللي هي مثل ما اشبناها بالنظري البقية هم راح اكملها منكم هذا هو الهاننج اللي هو يصبح مثل الكوساين مو مثل الكوساين ولما معادلتها يحتمد على الكوساين في السر رسمة بهذا الشكل وهكذا تجربون بقية الفلاتر طبعاً هاي العسومات كلها جايشون نحصل لها طلاب ها استبدل المكان البي او البي مكان قيم الفلتر اخلي قيم الويندو وطبق هذا اللي احنا سويناه هسا المثال الاول واضح لكم طلاب؟ طبعاً هسا نتحول للمثال الثاني اللي هو هاي باس فلتر انا طلع بس دقائق وارجع لكم نكمل المثال الثاني طبعاً هي المثال الثاني تقريباً نفس الاول لكن هاي باس فلتر تقريباً نفس المواسفة لكن تردد ناغذة قيمة عالية اللي هو مثلاً اربعمية اه ثلاثمية وهكذا فهنا السؤال يقول لي اكتب برنامج لتصميم اف آي آر فلتر حتى يحقق احنا نشوف احنا حدد لي هاي باس فلتر لان اذا ما محدد نحته يعتبر لو باس فلتر بينما اذا حدد لي فالقياد اللي هو محدد ليها اللي هو هاي باس فلتر مطيني الويندو لين 27 الكتب 400 والسامبلان يألف ويريد من عندي يطبق على اوديو سيجنر طبعاً مفروض من اسوي على اوديو سيجنر مفروض الاشارة تختفي عندي لان الهاي باس فلتر يلغي تردداته قليلاً هذا هو الرس الكود نفس الكود السابق نفس الخطوات والرس بون سماتر تكون بهذا الشكل مثل ما متوقع انه هذا هاي باس فلتر وهذا الفيز مالته فلنروح للماتلاب لان هو هذا يعني تنفيذ مباشر سهارة اللي بيا ماته اللي بيا ماته اللي بيا ماته اللي بيا ماته ها 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 نقول الفيتر خلح انطبق ال اوديو سيجنر ونشوف شو اللي راح يصير عندنا ها ها اشتركوا في القناة 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 2Pi 3Pi 4Pi 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 8Pi 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 4Pi 5Pi 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 9Pi 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 10Pi 10Pi 5Pi 6Pi 8Pi 9Pi 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 10Pi 10Pi هذا أريد أن ترسموني ويندو و يكوني هذا الرقم الآن بالرектانجولار أوكي دعونا نروح للرектانجولار الرектانجولار يقولتو بوائع على أن تكوني هذا الرقم صحيح يعني جاي سير هالشكل وليس صحيح اقذوا لي الرектانجولار والآن 27 وارسم لي وشوف هذا الرقم يطلح صحيح نعم يطلح صحيح نفس المثال القبل شوية أخذنا الأولين نفس أي مثال المهم أنا أريد أن أشوف هاي الملاحظة الصحيحة لأن بالنظرش مكتوب The Transition Width of Design Lobos Filter Approximately Equal to the Main Lobe of Windows 8 يعني أقصد الوث الوث مع المين لوب فهاي الملاحظة صحيحة لو مصحيحة أنا بوقيتها قلت لكم وقلت لكم هاي بالمختبر نحاول نتشيكها فنشوف أنه المين لوب الوث ماتتين يساوي أنه نص هاي القيمة صحيح لو ما يساوي لأن هاي الترانزيشن يأخذ هنه يضرب هن فيه اثنية فإذا النص فننقول ساوينا نص المين أو نص الرقم هذا اللي يطلع لي فنروح للرقتانجولار أبصل شي نشوف هزا هذا الرقم صحيح يطلع توبايا على إن لو لا فشيكوني إياها بالله واضح السؤال طلاب تعمل السؤال أيه ومنا تنبدو هسا شوي يصير أوضح لكم محاضرة شمكتوب المين لو هاي توبايا علينا طبعا توبايا علينا إذا أريد الوث يصير أربعة باي حسا إحنا نريد شنركز إنه بالرقتانجولار طبعا بالرقتانجولار توبايا بالبارتليت والهاننج والهامنج أربعة باي أنا هسا راح أعللكم الرقتانجولار والبقية تقدرون نفس الشي المفروض هذا الرسم اللي عندي أنا طبعا شي اختارت ان سبعة وعشرين ورقتانجولار طبعا نفسي عازات أنا سيهمي الرسم اللي هو هذا هذا هو الـ Frequency Response مالتا هذا هو المين لو وهذا السايد اللي يهمنا اللي يهمنا إنه هذا الرقم يصير توباي على إن فاش راح أسوي أجي هذا هنا من هذه النقطة مو أروح للـ Y أروح للـ X الـ X اللي هي تقريبا نجية 0.07 الـ X 0.07 مثل ما شفناها هنا هاي هذا الرقم 0.07 ونرح نشيك شيء كويه هذا 2π على ونرح نشيك 2π على 2π على نشيك اللي هو هذا الرقم هذا الرقم من قسمه على الـ اللي قلنا لين هذا normalize 0.07 يعني هذا الرقم طلاب اللي هو 2π على N ورما أقسم على الـ باي حتى يصير normalize يساوي مثل اللي عدنا جيد يطلع عدنا 0.07 اللي هو نفسه جيد هذا الرقم عدنا اللي هو 0.07 طبعا هاي هاي طبقناها للـ rectangular نقدر نطبقها على بقية الأنواع اللي هو البارتليت والهانينج والهامينج وغير واضح هذلكم طلاب دكتور أنا طلعت نفس الحالة سوي شي رشوف سوي شي سوي شي وعند دقائق وأرجع لكم طلاب سوي شي نحن وارجع لكم ترجمة نانسي قنقر